تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي والنصب والاحتيال على المواطنين والتهرب الضريبي في هذا الإطار تمكن قطع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه شخصان بأسيط لقيمهما بغسل عشرين مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عبر إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات بهدف إخفاء مصدرها وإسباغها بصبغة شرعية 145 مليون جنيه طبقا للفحص المستندي تمثل قيمة الضرائب المستحقة على سلاسة أنشطة تجارية بالقاهرة والإسكندرية والدقاهلية تهرب أصحابها من سدادها وهي ضرائب مستحقة على أرباح طائلة حققوها من أنشطتهم التجارية المتنوعة اتخذت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم الإجراءات القانونية تجاههم وبما يحافظ على حق الدولة بحجم تعاملات بلغ أربعين مليون جنيه طبقا للفحص المستندي نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عيس يقوم تشكيل عصابية تزعمه شخصا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم بما يعادلها بالجنيه المصري مقابل عملة مالية فضلا عن الاستفادة من فارق السعر العملة بالمخالفة للقانون وفي مجال التصدي لجرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفي نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط موظف المعامل المركزية لاستغلاله طبيعة عمله واستخراك شهادات صحية خاصة بفيروس كورونا وشهادات تحاليل دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك بالاشتراك مع آخرين بإحدى شركات إلحاق العملة بالخارج وتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدرها للمعامل المركزية نظير الحصول على مبالغ مالية الإدارة تمكنت وفي إطار جهودها لتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين من ضبط القائمين على شركة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الإعلان عن فرص عمل بغرض استقطاب الشباب والحصول على مبالغ مالية منهم كرسوم إدارية ومصوغات تعيين خلافا للحقيقة وبحوزتهم 247 عقد عمل وهمي وأكثر من 700 واثيقة تعارف ومستندات شخصية